السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزات الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مالأستاذ محمد بخر دائما في إطار سلسلة افتح قلبك للقرآن الكريم في رمضان هذا الفيديو إن شاء الله غد يخص الثمن الأول من الحزب الرابع من صورة البقرة دائما إذن مرحبا بكم وأتمنى أن تشتركوا في القناة وتفاعلوا زر الجرس بشيبقوا وصلكم جميع الفيديوهات إن شاء الله إذن كنتمنى أنكم تفعلوا مع الفيديو إلي عجبكم طبيعة الحال وكنتمنى أنكم تشجعوني باش نزيد فد الفقرات ديال افتح قلبك للقرآن الكريم في رمضان إذن يوم سعيد إن شاء الله يوم صيام مقبول وأعمال صالحة مقبولة إن شاء الله إذن بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقي وصراط الذين أنامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام ما دودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كمتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله الشديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله المولي الكريم إذن هذه كانت قراءتي للثمن الأول في الحزب الرابع دائما من سورة البقرة أتمنى أن تنال قراءتي استحسان مسامعكم وأتمنى صادقا أن تشتركوا في قناتي وتفاعلوا زر الجرس كي يسلكم كل جديد القناة يوم صيام مقبول وأعمال مقبولة إن شاء الله كنت معكم أنا الأستاذ محمد بخري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر